مرحبا فيكم حبايبي برج التور واللي تعبان. تعبان كتير 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 برج التور. الله يكون بعونكم. هاي الفترة عم بتكون صعبة على على اغلب برج التور. خاصة اللي اللي بيكون الشمسي تبعهم تور. البرج الشمسي. حتى اللي يطالعهم تور كمان عم يصلهم شوي من. خلينا نشوف هذا الشهر شو ممكن خبرنا طاقتك كيف رح تكون. آآ طاقتك رح تكون آآ شوي عم عم بتحاول انك تركز على العاطفة آآ هربا من خلينا نقول شوية مشاكل لشوية آآ امور آآ عم بشوفك انت الربحان او انت اللي اللي معك زمام الامور اللي آآ يعني شايفك انت اللي عم تعمل كنترول على العلاقة آآ عم بيبين عندي هون في شخصين اللي هو انت والآ الطرف الثاني شايفيتكم وانتو صغار وانتو كبار فهذا كرت آآ مثل زواج للمخطوبين زواج ممكن للمرتبطين كمان او بوادر او اخبار عن موضوع الارتباط من الحبيب شايف التقاء هون التقاء ما بين شخصين شوفوا واحد آآ أسمار كتير وواحد أشأر كتير ممكن آآ بعضكم بيحب حدا أجنبي او آآ آآ في بينه وبينه اختلافات كتيرة ولكن عم بيكون في آآ حب كبير عم بتركز على هذا الحب بهاي الفترة يا برج الدور وانك تصلح الامور اللي خربانة خلينا نفتح بشكل عام اول شي بعدين آآ على العاطفة شوي نفتح اولا للناس اللي بيستنوا حمل آآ حمل للمتزوجين اللي بيستنوا حمل شايفي في بشرة انه في حمل هاي الفترة حتى للناس اللي ما عم يستنوا يعني في فرصة انه يكون في آآ حمل هاي الفترة كمان بشوف انه اللي عندهم اطفال او كزا مغلبينهم آآ حتى مش اطفال يعني ابناء بشكل عام آآ عم بشوف لأ بتزيد عندهم الحنية بيروقوا اكتر آآ في منكم حدا من الاطفال كمان آآ تبعولكم عم آآ بفرحك شايفيتك انت كمان آآ ممكن انه تلجأ للأقارب اللي هم آآ اكتر شي العائلة عم تلجأ للعائلة لحتى تساعدك بموضوع من المواضيع ممكن في العمال في المال ورح فعلا نتلاقي هاي المساعدة ممكن مش من العائلة كمان ممكن عم تستنى من شخص آخر فبشوف هاي الفترة مثل انت عم بتعيش تناقضات كبيرة برج التور يعني هون مكتوب سمر وينتر يعني عم بيكون مشاعرك جدا متقلبة هاي الفترة فما نخاف من هاي الشي ما نزود السترس علينا نحاول انه نطلع للأماكن الطبيعية نحاول انه نتنفس نغير الموت تبعنا عم بشوف عم تنتقل من أقصى السلبية لأقصى الإيجابية يمكن أول الفترة يصير عندك توترات تعب على جميع الأصعدة ولكن بتنقلب كلاتها لأقصى الإيجابية مع طبعا شوية غيوم شوية مشاكل صغيرة ولكن عم بشوفك بتنتقل من مكان عمل لمكان عمل آخر إذا مش أوريدي صار يعني للناس اللي يتركوا عملهم أو بيفكروا كتير انهم يتركوا عملهم عم بشوفهم فعلا عم يتركوا عملهم هاي الفترة ويغيروا أنا شايفة من الأوراق كلياتها التور عم بيغيرش كتير أشياء يعني في حياته عم بشوف سفر للناس اللي بتستنى سفر في عدد كبير من التور ممكن إنه يسافر لبلاد أجنبية ممكن تكون أكتر من عربية عم بشوفك من بعد ما كنت محبوس يمكن أفكارك عم بتكون مقيد كتير أنتك عم بتفكر في اتجاه واحد ما عم تغيره عم بشوفك بالعكس هاي الفترة عم بتحول هذا التفكير بتحاول تغير من تفكيرك من تركيزك على موضوع المواضيع كنت تركز هون كتير وتهتم بالتفاصيل ويعني تضيع بالتفاصيل لا شايفيتك فيما بعد رح يكون في مثل مش صحوة مثل عم تطلع بالأمور أكتر بواقعية عم تطلع لبعيد عم بتحاول إنه تكون حياتك أفضل وهي فعلا رايحة للأفضل أنت كنت تفكر إنه هاي التغييرات اللي كنت عم بقول عنها نتفكر إنه هي ضدك بس هي بالمستقبل رح تكون يعني رح تقتنع إنه هاي التغييرات كان لابد منها كان يعني بصالحك مش زي ما أنت بتفكر هلأ أو خلال التغييرات اللي عم بتصير في حياتك على عكس المادة المادة عم بحسها بتزيد مع الوقت شوي 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 يعني مش مرة واحدة آآ هذا الإشي جاي من عمل العمل يمكن عم تشتغله آآ شغلتين بعضكم آآ فعم يجي من واحد من العملين عم بتشوف آآ في فعه فكرة عائق إما يكون في سفر إما في علاقة عاطفية في عائق كبير أو في شخص يعني كان آآ يعني هذا العائق عبارة عن شخص كان في شخص آآ مستهدفكم عم بيلوث سمعتكم عم بيحكي عليكم من وراكم آآ ممكن يكون شاب ممكن يكون بنت آآ ما دخل يعني ولكن شايفك أنت ماشي على كل الأحوال هذا العائق رح ينتهي أو يخف آآ شايفيتك عم توصل شوي شوي لمرادك للإشي اللي أنت بتحلم فيه إلك فترة طويلة ولكن لازم نذكر أنه فيه عوائق أنت رح تتحدى يعني فيه تحديات أنت من بعد هاي التحديات رح توصل آآ للإشي اللي بدك إياه فيه موضوع عم تستنى يعني فيه موضوع عم تستنى إلك فترة عم بتشوف النتيجة خلينا نقول آخر أكتوبر عم توضح الأمور عم آآ شوفوا عم عم بيصير فيه كمان اللي هو فيه أسرار فيه حقائق فيه شغلات أنت كنت كتير بحيرة من أنه يعني آآ أنا شايفة أنه فيه غدر من أقرب الناس إلك هذا أوريدي صار على العموم يعني آآ على الأغلب بيكون صار أوريدي فما رح يصير بالمستقبل خلاص أنت صور تتفرق بين الصالح والطالح عم تحتفظ بالناس الإيجابيين اللي في حياتك وعم تودع الناس اللي يعني بيكرهوك رح تكتشف مين بيكرهك من مين بيحبك بسبب أنك رح تكون في موقف ما هذا الموقف رح يحدد لك يعني الأصدقاء زي ما بيحكوا الأصدقاء بينعرفوا أو كذا الإنسان معدنه بينعرف من المواقف فرح يصير فيه عندك موقف يعني لا تخافوا ما فيه شي بخوف ولكن هذا الموقف رح تكتشف اللي معاك من اللي عليك ففيه حقائق كتير عم تحصل عليها هاي الفترة شوفوا هون عم بشوف فيه اللي قلت لكم عنها شوية مشاكل شوية توترات عم بتكون في بداية الفترة ولكن في النهاية انت رح توصل للي بدك إياه بكون صبور كون أنا بعرف الطور يعني بجمع بجمع بعدين بينفجر مرة واحدة فلا بقولك هاي الفترة لا تنفجر لكذا مشي الأمور شو ما كانت مشي للناس يعني خدهم على أدعاء لهم وكمل لأنه النهاية لصالحك هذا كمان ممكن تكون على صعيد عاطفي عم توصل لمرادك على الصعيد العاطفي عم تشرق الشمس على حياتك من بعد طبعا صعوبات من بعد تعب من بعد تعب نفسي حتى شايف عندك حتى الصحة عم تتحسن هون بشوف أكتر للناس اللي عم تدرس أو ناوية انها تدرس شايف نتائج حلوة كتير كتير لبرج التور ولكن بيحتاج كتير من التركيز الحظ ما رح يكون مية بالمية معاكم لذلك الرك كله أو لازم تركنوا على المجهود اللي انتوا تعطوه يعني إذا كنتوا تعطوا مجهود 50% لازم تعطوا مجهود أو إفورت للموضوع للدراسة أكتر يعني مية بالمية عم بشوفك بتحاول تغير الأمور الأمور عم تتغير ولكن بصعوبة ببطء شوي ولكن زي ما قلت لك في النهاية في في نجاح في هذا الموضوع اللي انت عم بشوف هاي القراءة أغلبها عم بتكون عملية رح نشوف العاطفية لبرج التور شو عاطفيا ممكن هل في تغيرات هل ما في تغيرات فخلينا نشوف إزاً أغلبهم كلهم مقلوبين بس هدول رح أخليهم مقلوبين لا والله مش كلهم مقلوبين هاد الثالث كمان طلعي مقلوب خلينا نشوف إزاً لبرج التور عم بشوف في عندك آآ يعني متل خلينا نشوف إزاً لبرج التور عم بشوف في عندك آآ يعني متل نصر أو أمنية عم تتحقق من بعد أوف يعني حسينا باليأس حسيته باليأس آآ بشكل عام بالعلاقة العاطفية بأنه الطرف التاني ما رح يتغير ممكن تكون المشكلة من عندك أنت يعني القراءات العاطفية أنتو دايما بتعرفوا إنه ممكن تكون آآ عكسية لأنه هاي قراءة عامة آآ خليني أذكر الطاقات عم بتكون هوائية عم بتكون ترابية ومائية أكتر شي عم بشوف هادول الكرتين فوق بعض هادول الكرتين عم بشوف في أمنية بتتحقق يعني شي مستنيينه بالعلاقة العاطفية إنه يسير وعم يتحقق فعلا عم بشوف في مصالحة في آآ التطور للعلاقة بالنسبة للمتزوجين عم شوي آآ قلنا قبل شوي بالحياة العملية في شوية صعوبات فعم يهربوا من آآ ضغط العمل آآ بالمشاعر بالحب آآ فشايفة لا بالعكس ولكن إذا كنت ذكر أو أنثى يعني عم بشوف الذكر هو المسيطر على الأنثى أكتر وكأنك وكأن الأنثى يعني أنا مش عارف اللي عم بيشاهدوني يعني نص هيك نص هيك فالأنثى راح تكون اللي هي مش تبادر ولكن عم بتحب الذكر أكتر عم بتحب الرجل أكتر ما هو بيحبها لكن في حب متبادل بين الشخصين شايفة إنه حتى اللي حواليهم حتى يعني عم يجمعهم شي عم يجمعهم بيت عم يجمعهم آآ سفر عم يجمعهم شي يعني يلتقوا بطريقة جديدة مش زي ما تعودوا هون هادا الكرت عم بشوفك يا برج التور عم آآ بتعمل صلوات آآ بيمكن بتخلي حتى الوالدة أو الوالدين عم بيدعو لك بتخلي حدا عم يدعي لك آآ شايفيتك عم تعطي هاي الفترة وكأنك مضغوط جدا وبحاجة للفرج آآ بقرب وقت لذلك عم يعني بتزيد من الصداقات بتزيد من لأنه هادا الكرت لو ما طلع مقلوب بيكون الحرص يعني الحرص على كل شي فهاي الكرت طلع مقلوب عم بتكون كريم آآ على كل النواحي بش تور أصلا كريم يعني بس إنه عم بتكون أكتر هاي الفترة عم بتحاول كمان تزيد شوي من وكأنه ما عندك كتير كان تدين أو روحانيات عم بتحاول إنك آآ تشتغل على هذا الموضوع كان عندك إدمان وبعرف شو إدمان على شخص إدمان على شي معين ممكن يعني مش مش شي سيء ممكن إدمان على تلفزيون ممكن إدمان على إنترنت عم بتحاول تعمل توازن وتطلع من هذا الإدمان عم بشوفك عم تطلع من هذا الإدمان كله عم تطلع من هاي الطاقة السلبية عم بتحاول يعني هون إنك تحول طاقتك من سلبية إيجابية فعم بشوفها بتمشي على خير آآ هذا الكرت عم بشوفه إنه بما إنه طلع مقلوب فالمعنى إيجابي يعني عم بتكون الملائكة يمكن العم بتكون فيه عناية الإلهية أنت بتفكر إنه خطواتك متشائم أنت على الفكرة بالفترة الماضية لحد هلأ متشائم يمكنك كمان بالفترة الجاي مش كلها طبعا بدايتها تكون لسه مستمر على التشائم ولكن راح تحس إنه فيه عناية إلهية كل ما توقع عم فيه ملاك عم يمسكك فيه يعني فيه أقدار يعني فيه أمور أنت عم بتحسها إنها هي سيئة ولكن يعني وقعت ممكن إنك توقعها ولكن عم الملائكة عم بيساعدوك إنك ما توقع بهاي الأمور كمان شايف إنه فيه شخص معين يمكن عم يهمكم أو يعدكم فيه موضوع شايف إنه هذا الشخص كذاب مش سادق هاد الكرت بتعلق أكتر بالعمل ما بعرف ليش طلع بالعلاقة العاطفية ولكن فيه شخص ممكن يكون ناري ممكن يكون ناري هذا الشخص عم يهمكم بموضوع معين ناري أو مائي يعني هون عم بتصير ثقة ثقتك في نفسك أعلى عم بتصير بعرف الفترة الماضية كانت كتير سيئة حتى إنها زعزعت الثقة بينك وبين حالك مع إنه برج التور من الناس يعني عندهم ثقة كبيرة في حالهم وبتميزوا كمان بالصبر يعني صبورين صبورين على الآخر إنه ضلهم يكافحوا لحد ديت ما يوصلوا للي يبدهم إياه وفعلا عم بشوفك عم بتقدم هاي الفترة عم بتقدم أكتر ما تاخد بتقدم الشغلات الحلوة لأنه هاي الفترة عم بتكون يعني الكون عم ياخد منك أكتر ما يعطيك ولكن لما يعطيك بيعطيك بوفرة فشايفيتك عم بتقدم شيء للحبيب أو الحبيب عم بيقدم لك بنعرف إنه القراءات العاطفية هون ممكن تكون عكسية عم بتكون كمان هاي الإشارة عم بتكون العلاقة بينك وبين الشريك عم بتروح لمدى بعيد مش اللي هي مؤقتة أو علاقة نزوة أو كذا في صدق بالمشاعر بينك وبين الحبيب هذا الكرت قلنا عن العمل في شخص عم يحاول يخدعك أو كذا لكن من الناحية العاطفية لأ هذا الشخص أنا بشوفه إنه عم بيحبك عم بيقدم لك الحب كله عم بيفكر فيك في اليقظة عم يحلم فيك حتى في الليل ممكن حاطط عينه عليك اللي هو طول الوقت عم بيكون مرائبك ممكن للناس اللي مش للناس اللي هم عزاب ما عندهم أي حدا في حياتهم في عندهم معجب من طاقة مائية أو طاقة هوائية عم يتقدم هذا الشخص خطوة للأمام عم يصرح ببداية علاقة جدية عم بيكون صادق شايفي كل الصدق في هذا الكرتب دراسة корпوالوه